وزع الفريق الميداني لجمعية الهلال الأحمر الكويتي المساعدات الإغاثية في مناطق حصوين وصقر وحبورة والوادي وحرضنوت ودكبريت بمحافظة المهرة التي تضررت من إعصار تيج وذلك ضمن حملة الكويت إلى جانبكم وأضح رئيس الفريق الميداني في جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتي يكون أن هذه المساعدات تأتي ضمن برامج إغاثية عاجلة لأبناء الشعب اليمني مؤكدا أن الجمعية مستمرة في تقديم الدعم لهم لتخفيف معاناتهم مشيرا إلى أن التدخل من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتي يأتي تلبية لتوفير أهم الاحتياجات الطارئة جراء إعصار تيج الذي أضر بآلاف الأسر في الأسابيع الماضية ونفت إلى أن المشروع الإغاثي يأتي ضمن حملة الكويت إلى جانبكم من خلال الجمعية ويقدم في حملته الثانية مساعدات تستفيد منها 500 أسرة وتشمل مستلزمات متنوعة ومساعدات عاجلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر